الآن فنحن نتواجه إلى العراق الشقيقة العراق مع زميل أحمد شكري والذي يتابع ويرصد لنا أيضا في هذا التقرير القضايا المتعلقة بالتغير المناخي تحياتي لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ونحن اليوم نتحدث عن قمة المناخ التي حدثت في شرم الشيخ حقيقة الكل هو الشغل الشاغل لكل بلدان العربية والعالم بأجمع هي قضية المناخ والتغيرات الحاصلة في الأون الأخيرة بالإضافة إلى المحاولة التقليل من الانبعاثات الحرارية وغيرها من الأشياء التي أضرت بالبيئة والعالم خلينا في هذه الحلقة نرحب من العراق بالدكتور عقيل غازي التدريسي في الجامعة المستنصرية والخبير والمختص فيه ديناميكية الغلاف الجوي حياك الله دكتور منورنا أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد الكريم ومن على شاشة العراقية نرحب بجمهورك الكريم في البلدان العربية الشقيقة وفي العراق وشكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة نورتنا دكتور اليوم قمة المناخ وشرم الشيخ احتضمت أكثر من 197 دولة حول هذه القضية المهمة وتأثيراتها البعض يرى من خلال هذه القمم هي مبادرة خير بالنسبة لإيقاف في إمبعاثات الغازات وغيرها وأيضا بالإضافة إلى تغيرات المناخ الحاصلة بارتفاع درجات الحرارة ومخاوف المواطن في أي بلد في العالم من التغيرات الحاصلة في الآونة الأخيرة كيف تنظر إلى المشهد الحالي؟ طبعا ابتداء الإنسانية بشكل عام يعني خطت خطوات كبيرة على مستوى أو محاولة إيقاف الإنبعاثات الغازات الدفيئة والتي سببت خلال القرن المنصر حقيقة يعني ظواهر كثيرة بدأت تنحس بها على شكل تطرف تغسي والتي ممكن أن تتحول بالمستقبل البعيد وليس القريب إلى تغير في المناخ بشكل عام ومفهوم الاحترار العالمي وزيادة درجات الحرارة بشكل عام يعني واضح للكل ومسموع ومعروف عند الجميع حقيقة هذه الملتقيات هي ملتقيات مهمة تعزز التعاون بين الدول في سبيل المحافظة على مناخ الأرض وطبيعته المسالمة خلينا نقول حتى يقدر الإنسان يعيش بشكل أكثر رفاهية وحياة طبيعية سليمة وآمنة نعم دكتور نتحدث اليوم نحن في عام 2022 أيضا مقبلين على عام 2023 ارتفاع درجات الحرارة وكثير من الأخبار تنزل وماشيتات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد نقص خطر بالنسبة لكل بلدان العالم هل حقيقة اليوم نحن نشعر بالخطر بسبب التغيرات الحاصلة في المناخ شحة الميار قشرة الأرض كل هذه المان السمعة يمكن أن المام مختص يصيب الذهول والخوف والهلع بسبب هذه أو ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأخبار للأسف أستاذنا الكريم أنت يعني أيضا متابع نحن قبل عشر سنوات ربما أو 15 سنة كنا نسمع أنه بعد 2050 ممكن يصير تغير لدائدة لحظة البشرية بشكل عام أنه هذه التغيرات وهذه الأحداث المتطرفة للطقص بدت تحدث بشكل أقرب من هذا الموعد الذي كان متوقع حقيقة المناخ في خطر الحقيقة البشرية في خطر ليس داهم ولكن يجب النظر بواقعية للموضوع اليوم إحنا الإنسان يعبث ببيته الإنسان يعني المناخ نظام متكامل شمولي يرفض التغيير القسري الإنسان أساء حقيقته من خلال الصناعة والأورغانيك فيول وقود العضوي واستخداماته والغازات التي انبعثت للغلاف الجوي حقيقة أصبحت ردة فعل المناخ قاسية ربما على البشرية اليوم المناخ يريد يستعيد توازنه من خلال ردة الفعل هذه وبالنتيجة إحنا اللي راح نحصد هذه المظاهر اللي قاسية على البشرية من خلال تغيرات المناخية لمدى البشرية بدأ تقدر تواكب التغير بحيث تتكيف وياه يعني يحدث بسرعة هذا الذي يحدث بحضرتك أنت البعض ذكرت منه تدخل البشر في بعض المصانع ومعامل وانبعاثات يعني الإنسان هو مسبب أيضا يمكن في خمسين بالمئة أو ستين بالمئة من تغير المناخ هل اليوم هذه المؤتمرات أو الملتقيات التي تحدث في أي بلد من البلدان ونعرف بشكل دوري يكون استحداث البلد المستضيف لهذه القمة أو هذا الاجتماع هل هناك قوانين رادعة تخرج من مخرجات هذه الاجتماعات أو تكون فقط هي مناشدات وأحلام بالنسبة لبلدان بأنها تخلص من متغيرات المناخ الذي يسببها البشر قبل ما تكون متغيرات المناخ التي تكون أحداث طبيعية الحقيقة المجتمع الدولي يمشي بخطوات ثابتة حول هذا الموضوع باتجاه فرض قيود وخطط باتجاه التغيير حقيقة إذا تعرف حضرتك مقررات قمم المناخ هي تحاول أن تصل إلى نقطتين مهمتين الأولى هي خفض الانبعاث خفض الانبعاثات الضارة واللي مسبب للتغيير المناخ والفقرة الأخرى هي التخفيف من آثار التغيرات المناخية وفي هذا الصدد طبعا أسي الصندوق صندوق المناخ الأخضر في قمة باريس حقيقة هذا الصندوق وكان أكو مساهمات للدول ومن ضمنها العراق أيضا مساهم بمبلغ ليس قليل أكثر من 300 مليون دولار يعني توفير دعم مالي طبعا أي دولة تقدم مشروع بهالاتجاهين اللي هو يضمن أما تخفيف الانبعاثات أو التقليل من أضرار التغيير المناخي هذا الصندوق ممكن يدعم المشروع بالكامل واستفادت منها دول حتى في المنطقة مثل مصر استفادت منها كثيرا وكذلك الأردن نحن بالحقيقة في العراق يعني لا تزال خطواتنا خجولة في هذا المجال وهذا الاتجاه وأيضا فرضت قيود أنه تحاول الدول اللي راح تخلي ضرائب على الوقود العفوري وقطة مهلة المجتمع الدولي قطة مهلة إلى 2030 يجب أن تتغير يعني التعامل مع الوقود العفوري راح تكون علي ضرائب الشركات اللي راح تشتغل به راح تكون عليها قيود بالتالي نتوقع بعد 2030 أن يبدأ الإحجام عن استخدام الوقود العفوري ومن ضمنها النفط وهذا حقيقة الموضوع يعني المفروض العراقي يأخذه بجدية طبعا لأنه راح تكون أكو تغيرات اقتصادية واضح هذه التغيرات الاقتصادية التي تتحدث بها حضرتك ماذا نحتاج في المستقبل من المؤسسات الحكومية المعنية العراقية لنكون حازمين في هذه القضية بما أنه نشهد أيضا تغيرات المناخ التي تثر على العراق مثل ما نعرف لا درجات الحرارة التي تحصل في العراق وشحت المياه من منابحها وقطحها في بعض الأحيان وجفاف الأهوار وكل هذه الأمور أيضا سببت في تلوث جزء كبير من البيئة العراق من البلدان الهشة في مقياس التغير المناخي حقيقة وهذا يضيف علي مسؤولية ثانية أنه أيضا هو بلد منتج للنفط والوقود الحفوري وأيضا متضرر بشكل كبير من التغير المناخي خصوصا في موضوعة الجفاف والتصحر ولذلك هذا يفرض علي مسؤوليات حقيقة كبيرة أولا نحتاج إلى التخطيط العلمي السليم هذا جزء أو أمر أساسي في أنه شلون راح نضع خطط حتى نكافح هذه أو نخفف من هذه الأضرار التي نعاني منها ونقدم الأولويات يعني أضرب لك مثل أستاذنا الكريم نحن الآن تجي أموال في هذا الاتجاه دولة تخصص أموال بهذا الاتجاه تصرف للأسف في عملية تخفيض الانبعاثات يعني التحول من الطاقة الوقود الحفوري إلى الطاقة الشمسية هو هذا مهم لكن الأهم منه هو نحن نصرف في عملية تخفيف الآثار نحن نعاني من الآثار الانبعاثات كانت خلال المئة عام السابقة هي من دول صناعية أخرى أنا جاي أدفع ضريبتها أنا المفروض أن اليوم المفاوض العراقي يتحرك باتجاه أنه أنا ضحية وليس مساهم في عملية التغير البناخي لذلك لازم المجتمع الدولي يدفع الضريبة إلى هذه البلدان ومن ضمنها العراق لأننا ضحايا لهذا التغير وليس مسببين رغم أنه عدنا انبعاثات حاليا صح ولكن خلال المئة عام السابقة العراق غير موجود على خارطة الانبعاثات الملوثات ولذلك يجب طبعا الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول الباعثة للغازات الصناعية المسببة للتغير المناخي لذلك يجب أن نتحرك بهذه الاتجاه التغير المناخي يلعب لعبته في العراق يعني آثارها واضحة وصريحة ولذلك يجب أن المجتمع الدولي يقف معنا في الاتجاه المفاوض العراقي يجب أن يتحرك به الاتجاه نحن الأولوية الأولى هي تخفيف آثار التغير المناخي هذه لازم تكون الأولوية أما الأولوية الثانية والأهمية الثانية هي أيضا خفض المبعاثات وهي شيء مهم وجيد ولكن الأهم لأنه وجوز نحن نوصل إلى مرحلة ما رح نقدر حتى نخفف الانبعاثات نحن الجفاف هذا جد يكلفنا حاليا العواصف الغبارية جد يتكلفنا طبعا زراعة العراق في خطر البيئة العراقية في خطر ناهم التلوث في مياه الأنهار وصل المستويات خطيرة طبعا هذا كل حقيقة يحتاج إلى تخطيط وإدارة جيدة وجهد سياسي أيضا حتى نقدر نحصل من المجتمع الدولي في المجتمع الدولي انتهازي والدول بشكل عام هي طبيعتها انتهازية تحاول تحافظ على مصالحها أين من هذا؟ ما يصير نناغم المجتمع الدولي دون الحصول على أو تقديم أولوياتنا ومصالحنا في بداية أو على رأس القائم يجب أن تكون حتى نقدر نحافظ على مستوى معين من البيئة النظيفة وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع خفض الانبعاثات هذه أعتقد هي الأولويات والأهميات يجب ترتيبها بهذا الشكل دكتور ممكن الحديث حقيقي شيق عندما نتحدث عن العراق وقضية الحفاظ على البيئة العراقية لأننا المتضرر الوحيد وكثير من البلدان العربية إن كان في قارة آسيا أو أفريقيا هي الخاسر الوحيد بسبب انبعاثات وتلوث البيئة بسبب البلدان النامية والبلدان الصناعية الحقيقية ويدفع ضريبتها المواطنة والشعوب العربية بصورة عامة بسبب يمكن تكون الأخطاء السياسية في الدفاع عن البلدان لحماية مصالحها اليوم ماذا نحتاج لإنقاذ البيئة العراقية بشكل مختصر أيضا تصحر في الآونة الأخيرة نشاهد مشاريع نحاول تنفيذها والاتفاق مع بلدان أخرى وهو إنشاء حزام أخضر وغيرها بالإضافة إلى مطالبات الدولة والحكومة العراقية بأن تكون منابع المياه مستقرة وكميات المياه الواصلة إلى دجلة والفراد تكون بمناسبها الطبيعية حقيقة معظم المشاكل لديانيها العراقية متأتية من الطرفين أو مسببين أحدهما خارجي ومنونها طبعا المناخ المناخ العراقي لا يصناع في العراق يعني صناعة الكرة الأرضية الغلافة الجو بشكل عام والطرف الثاني هو حقيقي داخلي نحن اليوم عندنا سياسة مائية سيئة إدارة للمياه سيئة من كل واقعين منظومة السجود الموجودة في العراقية منظومة لدرء الفيضان وليست لإدارة المياه أساليب السقي عندنا أساليب طبعا تعرف حضرتك 70% من المياه في العراقية تذهب للسقي 30% من المستقدامات الصناعية والبشري يعني منظومات السقي متخلفة طرق السقي يعني أكل عليها الدهر يعني المفروض هذه كلها تقيم وتبحث حقيقة حتى بعدين إحنا لما نجي نفاوض المجتمع الدولي إحنا ننطلق من قوة يعني الداخل بالضبط إحنا مغطين كل مشاكلنا المشاكل الآن أصبحت واضحة أنتم السبب حتى نقدر نكون مفاوض قوي ونحصل على مصالحنا حتى بأقل قدر ممكن هذه العملية متهم إذا لم يكن مصدر القرار المراكز البحثية مراكز البحثية تحتاجها بشكل كمي طبعا إحنا اليوم إذا تريد تقرأ سياسة الغرب وامريكا والولايات المتحدة بشكل بعد عشر سنين أروح أقرأ مراكز الدراسة أشتطعتهم لأن ينفذوها بشكل حربي هذا سياق العلمي الصحيح إحنا اليوم نفتقر إلى مراكز بحثية متعلقة بالمناخ بالطقص بالتصحر بالتغيرات المناخية هذه مهمة في الآونة الأخيرة أصبحت الشغل الشاغل لكل المجتمع الدولي اليوم قرار الأكاديمي بعيد عن القرار التنفيذي يعني لا يوجد أي صلة اليوم نحن نحكي لكن شكرا وسائل الإعلام تستقبلنا لكن الجهات التنفيذية حقيقة بعيدة بعيدة غياب التنسيق بين دوائر الدولة اليوم تجد كل وزارة كانتون معزول لا يوجد تعاون بينهم في هذه المجالات خصوصا ولذلك لا تجد إنتاج واضح و لا تحصل نتيجة إذن دكتور عقيل غازي طبعا تدريسي في الجامعة المستنصرية و نورتنا في برنامجنا العرب هذا الحديث حقيقي رغم نحن أخذنا المعلومات لكن معزن في بعض الأحيان للاسف نحتاج من يدافع عن البيئة العراقية بشكل كبير من وضع مخرجات حقيقية و قوانين رادعة بالإضافة إلى أن نجد إجراءات في مراكز بحثية مهمة بوجود الخبرات مثال حضرتك و مثال كثيرين من من لديهم الخبرة كثيرين من من لديهم الخبرة في الحفاظ على البيئة العراقية و إن شاء الله نجد البيئة الملائمة لعيش الإنسان في العراق ببيئة ملائمة و مناسبة نورتنا في هذا البرنامج شكرا جزيلا شكرا العراقية لهذه الفرصة شكرا إذن زملائي مثل ما تابعته كان هذا الحديث حول التغيرات المناخية الحاصلة في العراق هذه صورة أخرى و وجه آخر من أوجه الوطن العربي بمتغيرات الحادث في المناخ العربي بصورة عام نتمنى بأن تكون بيئة مناسبة وسليمة لكل بلدان العربي و أيضا للعالم أجمع تحياتي لكم و أيضا